السلام عليكم يعطيكم العافية ثالث حباي بيوصلنا مع بعض للدرس الرابع عشر من مادة التربية الإسلامية عنا اليوم سورة البلد الجزء الأول منها طبعا هم بالكتاب قاسمينها لقسمين الآيات من واحد لعشرة لاحظوا عندي هون مكتوب تلاوة وحفظ هنا في السورة هاي أنا ما رح أطلب الحفظ ما بدي الحفظ يا ثالث بس مطلوب منك التلاوة أنا بس مطلوب مني إني أتلو الآيات رجاء أنا رح أقرأ الآيات وإنت مش مطلوب منك حتى شرح إهاية الآيات أنا بس بدي منك إنك يعني رح أحكي أشياء بسيطة عن السورة مشان تقدروا تحفظوها وتوصل لكم عفوا مشان تقدروا تقرؤوها صح وتوصل لكم فإنتوا حفظ الآيات مش مطلوب منكم نبدأ مع بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله الرحيم الآن أقرأ وأعطي مجال لا إن كنت عيده بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله الرحيم نعيد مرة ثانية ثالث طبعا أنا رح أعيد أنا وإياكم مرة ثانية لكن أنتوا بتظلوا تسمعوها بالبيت لما تتقنوا قرائتها بتظلوا تتدربوا على قرائتها بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العظيم الآن يا ثالث بس نحكي شوي عن سورة البلد ما هي البلد؟ الله عز وجل يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد البلد اللي هي مكة المكرمة البلد اللي هي مكة المكرمة وأنت حل حل أي مقيم 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 أو موجود لقد خلقنا الإنسان في كبد الكبد اللي هو المشقة الإنسان مخلوق في الحياة يعني إذا بده يدرس بده يتعب إذا بده يحل الواجب بده يتعب إذا بده يروح الزيارة بده يتعب إذا بده يستقبل حدا عنده بالبيت برضه نفس الإشي بده يتعب فحياة الإنسان كلها مشقة كلها مشقة وتعب الآن يقول الله عز وجل وهديناه النجدين النجدين اللي هو طريق الخير وطريق الشر الله عز وجل أعطانا طريق للخير وطريق للشر وإحنا بنختار بينهم وربنا حطنا بالنص هون في عندي طريق خير هون في عندي طريق شر وأنا اللي بختار الصح يعني الله عز وجل أعطانا الأمر وحكيانا أنه واجب عليكم الصلاة وأقيموا الصلاة واجب الصلاة تمام يا ثالث الآن إحنا معانا طريق الخير أنه نصلي وربنا يرضى علينا ومعانا طريق الشر أنه ما نصلي وربنا يغضب علينا وإحنا منختار بين السنتين تمام يا ثالث هاي معنى هديناه النجدين يعني الله عز وجل أعطانا طريق خير وطريق شر لكل إشي والناس مخيرين هما بيختاروا شو بدهم يعملوا ولكن الله عز وجل بيحاسبنا طبعا على اختياراتنا الآن ليش ربنا أعطانا هذا الاختيار لأنه الله عز وجل أوجد لنا عقول وبالعقول هاي بنقدر نميز بين الصح والغلط تمام فسورة البلد يا ثالث أول إشي البلد المقصود فيها مكة المكرمة الحديث في بداية السورة بدأ مع سيدنا محمد وأنت حلم بهذا البلد أي أنت يا محمد مقيم في مكة المكرمة في عندي هون لقد خلقنا الإنسانة في كبد كبد اللي هو مشقة وتعب الآن يا ثالث بطبيعة البشر لما بيصير معانا مصاري كثير لما بيصير عندنا ولادي كثير بعض الناس بتطغى بتصير تظلم مشان المصاري مشان ولادها بتصير تظلم فالله عز وجل هون بيحكينا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب ألا يقدر عليه أحد يقول وأهلكت مالا لبدا الإنسان بيفكر أنه عنده مصاري كثير لبدا يعني كثير أيحسب ألا يره أحد الله عز وجل بيرجع بيذكرنا بيقولنا أيحسب ألا يره أحد يعني الإنسان بيفكر أنه ما حدا شايفه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين يعني الله عز وجل بيرجع بيذكرنا أنه ربنا أعطانا طريق الخير وطريق الشر وإحنا منختار بينهم بالأخير في ربي حاسبنا بالأخير في ربي حاسبنا حتى لو أنا معي مصاري كثير حتى لو أنا عندي أولاد كثير تمام يا ثالث هاي المعنى المجمل للآيات يلي هم طرحينه في الكتاب طبعا أكثر من هيك ما بدناش نحكي عنها الآن أنتو حتى مش مطلوب منكو حفظ المعاني لكن أنتو مطلوب منكو تلاوة الآيات تتلوها مثل مثل مثلتها المعلمة زي ما أنك قرأتها أنت واجب عليك أنك تقرأها يعطيكم ألف عافية يا ثالث